مرحبا ضيف العزيز ضيف الفقرة الأولى صوت دكتور محمد فتحي الخولي ستشار الأمراض الجلدية مرحبا بكم دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك وبرنامج بنورام الصح دكتور محمد في البداية عندما نتحدث عن الأمراض الفطرية فالأفضل أن نقول ما هي العلاقة بين الأمراض الفطرية والفصول وتحديدا ونحن في فصل الصيف هل تكثر الصيفا أمشتاة ولماذا بالنسبة للأمراض الفطرية الجلدية عادة ما تنتشر في فترة الصيف نتيجة يعني عوامل عديدة من شدة الحرارة والتعرق والرطوبة أيضا ويعني ارتياد الشواطئ وحمامات السباحة وغير ذلك من العوامل التي سوف نتحدث عنها من عوامل المناعة والنفسية وغير ذلك تمام هل يعني تختلف مكان التابات الفطرية حسب عوامل معينة أم أنها تستند إلى طريقة نقل العدوى أو تواجدها إذا كان هناك عدوى بالنسبة لنقل العدوى في الأمراض الفطرية فهناك عوامل عديدة يعني ممكن أن تنتقل بها الأمراض الفطرية وهناك بعض الفطريات يعني موجودة بصورة كامنة وطبيعية على جلد كل إنسان فبالنسبة للأمراض التي تنتقل بوسائل العدوى مثل حمامات السباحة واستخدام الملابس والأدوات الشخصية والمناشف والأحزية لأشخاص مصابين بأمراض فطرية ملابس البحر وغير ذلك قد تكون هذه عوامل مساعدة في نقل العدوى من شخص إلى آخر الحديث عن نسب الانتهابات الفطرية ما هي نسبها في مثلا الانتهابات الفطرية في الرأس أو في الذقن أو فيما بين الأصابع أو غيرها هو بالنسبة للالتهابات الفطرية الموجودة عندنا هنا في مصر يعني من أكثرها انتشارا التنيات المرض المعروف بالتنيا بأنواعه المختلفة هناك التنيا المبرقشة وتنيا بين الفخزين وتنيا الجسم وتنيا الرأس وكذلك هناك تنيا القدم واليدين والأظافر وتنيا المونيليا أو فطر الكنديدة ويعني أنواع عديدة من الفطريات يعني المعروفة عندنا هنا في مصر وتزيد يعني في فترات الصيف كما تحدثنا نتيجة عوامل الكثيرة ويوجد فطر اللي هو ماليسيزيا فرفر المسؤول عن التنيا المبرقشة أو التنيا متغيرة الألوان وهو أكثر نوع معروف عندنا هنا في مصر وأكثرها يعني أقلها خطورة مع أنه أوسع انتشارا وما أثبتت الدراسات الحديثة أنه موجود بصورة كامنة في الجلد لكن ينشط مع عوامل أخرى مثل العرق والحر ويعني ضعف المناعة والإصابة ببعض الحالات النفسية تمام دكتور يعني محمد التنيات أنواع مختلف هل كل تنيات يعني قابلة لنقل العدوى أو تنقل من شخص لآخر بالطبع يعني الفطر التنيا وهي يعني عائلة من الفطريات المعدية والتي تصيب الإنسان معروفة باسم درماتوفايت وأنواعها كثيرة ومعدية ومن أهمها كما تحدثنا فطريات الرأس التي تصيب فروة الرأس وتنتقل من شخص إلى آخر وإن كان بعض الدرسات أثبتت أن مرض القراء بدأ في الانحصار في مصر أما بالنسبة أنواع أخرى فطريات بين الفخزين فطريات الجسم الفطريات الحلقية أو التنيا الحلقية وتنيا القدمين وغيرها المونينيا مثلا مرض ينتشر مع ضعاف المناعة ومرض السكر والأطفال والأشخاص الذين يتعاطون أدوية لفترات طويلة من المضادات الحيوية ومصبتات المناعة يصبهم هذا النوع من الفتر خاصة وقد يكون في العدوى أقل قليلا كنت أخذت أدوية يعني ممكن أقول أسمقها ولا فضل الدواء اسمه بيرفورما اكسترا 5% كنت لهم معها دواء بيرشامس وبانتاجوار بس بس حسنا فيش نتيجة خالص أي لتساقط الشعر بالضبط كم هو لتساقط يعني شكله يعني تساقط من جميع انحائم الشعر ولا من منطقة يعني موضعية موضعية منطقة ستالف تحديدا ومنطقة اللي هي أعلى ستالف يعني شكلها اللي هي سعلبة هي اتقل كده يعني بس مش شايف لها نتيجة أو أي علاج أي وهو ده في الغالب بالوصف الحقيقي بتقوله دوت انه ده بيكون سعلبة ونتيجة يعني كان بيعتقد انه ومازال انه وراه عامل نفسي قوي يعني مع الأدوية اللي هي بتساعد على النمو الشعر وبعض الفيتامينات والتغذية السليمة وبنتجار برضو بيساعد مع المناعة مهمة جدا ده ودي نظرية أخيرة خاصة يعني بيثبتها وجود يعني تقصف في الأظافر مع الأماكن الصلاة ما يكون هناك طبعا عندك أي عوامل تانية من يعني تعرض الإشعاع أو أدوية أو مرض سكر أو أي حاجة تانية أنت بتشيكي منها فأنت تستمر يعني على البخخات والفيتامينات ومضادات الأكسادة وترفع المناعة شوية لأن ده برضو عامل رئيسي فيها دكتور الدكتور يعني الالتهابات الفطرية المختلفة هو في جزية السوالف يعني لفت نظري جزية المتعلقة بالالتهابات الفطرية أو تنيات المتعلقة بالمنطقة الذاق التحديدة إذا كان هناك يعني فطريات بتؤدي إلى يعني الصلع الندبي اللي هو سيكاتريش الألوبيش يعني بيبقى معها بيأسبقها فطر وبيؤثر على بويصلات الشعر ويؤدي إلى صلع في هذه المناطق فيعني بيكون بنعالج الفطر أولا وبعد ذلك نعالج منطقة الصلع وغالبا بيؤدي يعني إلى ظهور الشعر مرة أخرى فيعني ده بياخد وقت بس شوية تنيا القدمين هذه التي قد تنتشر نظرا لظروف معينة قد يكون منها الرطوبة أو توابط الماء أو غيرها لكن الأبرز أنها قد تتواجد في أو ما أطلق عليه أقدام الرياضيين أو لمن يرتدون جوارب لمدة طويلة أو مصابي مرض السكر هل هذه معادلة بهذا التقسيم سليمة؟ هو يعني مما لا شك فيه أن فطريات القدم المعروفة يعني بالقدم الرياضي هي نوع من الأنواع المنتشرة يعني والتي قد تؤدي إلى مضاعفات خصيرة إذا تم إهمالها وهو النوع اللي هو المسيريتد يعني يفوت وممكن يصاحب التهابات أخرى بكتيرية ويعني تسلخات وقد تنتهي بقرح يعني زي ما حضرتك قلت في مريض السكر يكون القدم بتاعه عاوز عناية خاصة لأنه يعني قد يصاب بالقروح التحللية وقد يؤدي إلى باتر أجزاء من القدم إذا أهملت لفترات طويلة ففترات القدمين يعني تحتاج إلى غسيل للقدمين بصفة يومية ومستمرة وتجففها واستخدام البدرة المطهرة والجوارب القطنية والأحزية المريحة وعدم السير حافيا وعدم استخدام أحزية الغير أو جوارب الغير أو يعني الحزر من الأماكن المشي في الأماكن اللي فيها رطوبة ومياه وحمامات سباحة وفيها اختلاط خاصة أماكن استحمام المشتركة تمام دكتور معي مدخلة تلفونية من الفيوم السيد أحمد اتفضل ايه السلام عليكم وعليكم السلام عليكم السلام عليكم اه كلمة دكتور الله سمات اتفضل يا سيد أحمد ازاي حضرتك دكتور اهلا وسهلا ازاي صحتك اه الحمد لله تمام بعد ازاك انا عايز اسأل عن موضوع يعني بصراحة بعني منه مش من مشكلة بقى لي كذا سنة بيطلع لي زي حبوب او دامل في فرط الرأس ايو وكلام ده يعني المشكلة النمعي بعلي كذا سنة يعني بعني من موضوع ده بقى لي كذا سنة ايو دامل حبوب او دامل في فرط الرأس ايو وكان بيطلع لي المشكلة الاول ان هو كان بيطلع لي خاصة في فصل الصيف في الحر ايو اه بعد كذا المنطوع بقى retirement او شط عادي. وبيقعد بقى لما مسلا الموضوع داي بيطلعلي. بيقعد بقى معي فترة طويلة جدا عبر ما ما يروح. اه يعني اه طبعا وجود يعني ده مامل في فروة الرأس. يعني لازم فحصها جينا معها اه هارش معها اه اشر اه في فروة الرأس او اي حالة كانت? اه كان الاول ما كنتش بحس بهارش او حاجة بس اه مؤخرا بيت بحس بقى ايه بقى كلام فيها او يعني عايز اهرش في المكان اللي هو فيها كده. اه طب ايه بتروح وتيجي ولا مستمر عنك? بتروح وتيجي بس تفقدوا فترة طويلة جدا انا الدكتور عبر ما بتروح. وكمان يعني لاحظت ان ايه ايه يعني لما تطلع مسلا اه يعني طلعتلي مسلا في الفروة الرأس طبعا من ناحية اليمين مسلا تطلع زيها في من ناحية الشمال ما عارفش هال يعني انا بحس بكده ولا هي يعني حاجة طبيعية ولا مش عارف. يعني مثلا اه ولاحظت كمان في الفترة الاخيرة ان اه لما بيطلعلي حبوب ممكن تنترى على ايه حبوب كده على الفوش يعني مسلا عند السوالف عند القورة كده. اه هو طبعا يعني اه يعني فروة الرأس والحبوب اللي بتزهر فيها والقشور اللي بتزهر معاها والالتهابات ان فيها يعني دين وحدها بتمثل مشكلة كبيرة. وبيكون معاها في الغالب يعني فطريات ومعاها اه اه بكتيريا وميكروبات اخرى. ومعاها استعداد شخصي. في يعني بيختلف من شخص للاخر. فاذا كان فيها هرش في الغالب معاها بداية اه نوع من انواع الاكزيمة اللي احنا بنسميها سيبوريك درماتيتس او يعني اه التهاب اه يعني جلدي اه دهني يعني. ففي الحالة ده في الحالة دهت بنعالجها بالمطهرات وبالكورتزون للرأس. ويعني اه غسيل شامبو كويس مع البلسم. ويعني اه بتتابع طبعا يعني العملية دهت لان ممكن يكون في أكثر من نوع من الميكروبات أو الفطريات الموجودة فلازم تأخذ علاج حسب كل حالة دكتور قبل هذه المدخلة كنت تتحدث عن التهابات ما بين القدر في تلكيبات فيها بانسينول فيها صبار ومواد طبيعية بتلطف عملية برضو التهابات في فروة الرأس بدون أطلع كلام دكتور كنت قبل هذه المدخلة تتحدث عن التهابات ما بين أصابع القدمين وقلت مشكورا بأن زيادة هذه التهابات لدى مرضى السكر قد تؤدي إلى مراحل متقدمة من القدم السكري التي لا تحمد عواقبها ما هي الأعراض التي نستدل بها على التهابات الفطرية دون وجود التهابات أخرى؟ ما الذي يميز التهابات الفطرية دون غيرها؟ وبخاصة أننا نتحدث عن نواع مختلفة من التينية المبرقشة التينية العادية أو حتى المكان المختلف هو يعني بالطبع التينية للقدمين يعني فيها بتدي أكتر من شكله أكتر من صورة للفطر لما بينمو بين الأصابع أو على القدم نفسها فحتى هو يتم تقسيمها إلى عدة أنواع هذا التقسيم مثل النظر بمجرد النظر أما أننا يمكن أن نستدل على ذلك من تحليل أو فحوص ما لا هو ممكن يعني بالنظر بالنظر طبعا بالنسبة للدكتور الجلدية بيشوف يعني فيه نوع هايبر كيراتوتك بيبان فيه تخانة في الجلد وبيبان فيه تخانة في الجلد جلد الفطر بيدي صورة جلد ناشف فيه نوع فيزيكلر بيبان فيه حبوب مائية فيه نوع اللي هو الماسيريتد اللي هو الأسليتيك ده طبعا اللي يخشى منه أنه يتحول إلى يعني مضاعفات وإلى قروح فيه مرض مريض السكر ويعني يؤدي إلى مع وجود يعني ضعف في الأعصاب والتهاب في الأعصاب الطرفية وضعف في الشرايين والدورة الدموية في القدم فقد يؤدي ذلك إلى حدوث القروح التحللية اللي هي تروفيك ألسلز وفي الحالة دي بيكون علاجها شديد جدا وأحيانا بيكون مع القرحة نفسها فطريات وميكروبات أخرى بيتم علاجها وعمل مزرعة لها ويعني آآ إزالة الأجزاء النكروتكتيشوز الأجزاء الميتة من الأنسجة وبيتطلب يعني آآ مجهود كبير جدا بين الجراحين والأمراض الجلدية المتصر كريم السيد أحمد بن إينا اتفاضل يا السلام عليكم السلام عليكم السيد أحمد اتفاضل السيد أحمد مكرا كلمة دكتور اتفاضل اتفاضل يا أحمد لو سمحت يا دكتور أنا عندي من فترة كبيرة كذا سنة يعني بعاني من وجود قشور في الرأس عبارة عن قشور دهنية كده أي قشور دهنية كده قشور الدهنية في الجلد وفي الشعر في الغالب تكون نوع من انواع الاكزيما انها سيبوريك درماتايتس لازم ندي تركيبات تزيل القشور وفيها مضادات حيوية وفيها اذا كان في فطريات ندي مضادات فطريات ندي كورتيزون ومعها هرش طبعا حكة شديدة ندي مضادات الهستامين ويعني معها رفع المناعة وازالة الاسباب اللي هي بتزودها فحضرك بتتابع برضو السبب اللي بيزود الحالة ديت سواء في الغذاء او في ادوية او في حالة نفسية كل ده يعني بنحطه في الاعتبار وبنعالج كل العوامل ديت عشان تخف الحالة يعني دكتور ونحن مقبلون وبداية تحديدا نفس الصيف فهناك الاجازات وحمامات السباحة والمصايف وتلك التي قد تحتاج الى رعاية ذات طبيعة خاصة للحماية من الامراض الجلدية ليس فقط من التابات الفطرية ولكن من كثير من الامراض الجلدية كيف يمكن التعامل في هذه الشهور القدمة؟ بالنسبة لشهور الصيف وخاصة الناس اللي بيرتادوا يعني عن شواطئ وحمامات السباحة والاشخاص الرياضيين اللي يعني بيحبوا فترات الاجازة يمرسوا يعني الرياضة بصورة مستمرة نازم يعني يكون عندهم يعني ثقافة واستعداد للوقاية من الامراض الجلدية يعني اللي هي بتكسر خاصة في فصل الصيف ابتداء من التعرض للشمس يعني عدم التعرض للشمس المباشر بالجلد يعني يضره ويؤدي إلى يعني الاصابة في السنوات بعد ذلك بامراض سرطانية لارتفاع نسبة الأشعة فوق البنفسجية في الأمراض المعدية زي ما تكلمنا في حمامات السباحة في الملابس في الأحزاء الرياضية مع العرق كل ذا بيؤدي إلى أمراض فطرية والتهابات مثل الفطريات بين الفخزين فطريات الجسم كذلك يعني التهابات يعني القدم الرياضي اللي تكلمنا عنها ممكن الإصابة وأمراض فيروسية وأمراض أخرى جلدية نتيجة استخدام حمامات السباحة لأكثر من يعني شخص وحمامات اللي هي الجاكوزي وغيرها من الأماكن اللي هي المشتركة في الاستحمام دي لازم يكون بعدها تطهير للجسم وتكفيف له جيد حتى لا يصاب بهذه الأمراض كذلك العرق زيادة إفرازات العرق ممكنها تساعد على الفطريات وتؤدي إلى جفاف العرق والإصابة بأنواع من الحساسية والإجزيمة والالتهابات الجلدية الأخرى المتصل الكريم السوز أحمد متصل معنا من البحيرة السوز أحمد فضل محمد السوز أحمد فضل السلام عليكم يا دكتور وعليكم السلام السوز أحمد يانا وصلا بذل حضبك والله عمد حالك بنتي بس عند عشرة سنين فضل يا دكتور سوز أحمد أستاذناك وقت صوت التلفزيون واسمعنا بالتليفون بعد إذنك تفضل السوز أحمد بعد إذنك عشان خاطري حضبك والله بس بنتي عندها عشرة سنين تمام بنتك عندها عشرة سنين تمام اه فعندها كده بقع بيضة كده في جلدها مم كملي بالصح في الرقبة تمام بقع بيضة في الرقبة بقع صغيرة اه تمام يا صح كمم كشفت كشفت مم فقداني مكمل غزاي السلينوم تمام تمام سمعينك والله تقدم وقداني دور دور مفيت مرهن تمام جاب نتيجة الحمد لله بس رجع ثاني بيرضة دكتور شكرا جزيلا السوز محمد اه اه هو يعني في الغالب اه يعني نلد على الأستاذ يعني البقع اللي حضرتك بتتكلم عنها اه والعلاج اللي هو اللي حضرتك ما اخدته ده كان اه للبنت بسبب انه خالة البيضة وده برضو نوع من التهابات الجلد الحساسية اه يعني او نوع من انواع الاكزيما فمحتاج الى الفيتامينات ويعني رفع المناعة مع دهان كورتيزونات بس يعني في السن الصغير وفي المناطق اللي قريبة من الوجه يعني يستحسن يعني عدم استخدام ديرموفيت قوي بالنسبة للسن دوت يعني وان كنا يعني المفروض يعني ما نقولش اسماء توجالية يعني يعني لكن يستخدم يعني كورتيزون ميلد اللي هو متوسط يعني افضل مع رفع المناعة ويعني تدور على الاسباب برضو لو في اي اسباب تانية بتزودها بتبعد عنها عشان ما ترجعش تاني تمام دكتور متى نلجى الى فحوص معملية لتشخيص ماء مرض معدي في الجلد؟ بالنسبة للجلد يعني مثل جميع اعضاء الجسم ويعني يؤثر على جميع اعضاء الجسم ويتأثر بجميع اعضاء الجسم فالفحوصات التي نلجى اليها الفحوصات الروتينية دي نمرة واحد يعني اذا كان في مرض يعني مستمر جلدي ويعني resistant يعني مش بيخف لازم في هذه الحالة نبدأ بالفحوصات الروتينية فحص الدم وفحص البول والبراز لهذا المريض ثم نبدأ في عمل الفحوصات يعني الموضعية والتخصصية والاجهزة المختلفة المصابة والمضاعفات اللي موجودة من ضمنها عينات ممكن ناخد عينة من الجلد ومن يعني لو في ميكروب او في فطر بناخد عينة من هذا الميكروب والفطر يعني وبتعمله مزرعة بنحدد نوع المضاد الحيوي ومضاد الفطريات وفي مضادات للفيروسات ايضا هنتكلم عنها في يعني مرات اخرى ان شاء الله ويعني على هذا الاساس بيتم تحديد المضاد والدواء المناسب موضعيا وبالفم او غير ذلك مع تطهير الجلد تطهير سليم في فحوصات اخرى سيريولوجيكال وفحوصات خاصة بكل مرض يعني خاصة مرض السل الرعوي في عندنا تيوبر كلين تيست الجزام مثلا مرض معدي وموجود عندنا وموجود في منطقة الشرق الاوسط من متوطن فيها ومنتشر فيها في نبرومين تيست تحليل الجزام فيها في فحوصات اخرى الامراض اللي هي التناسلية مثل الزهري والسيلان والايدز وكل ما نشك فيه لابد ان احنا نجري الفحوصات التخصصية اللازمة ويعني فيه فحوصات سرعة الترسيب فحوصات الاشعة واذا كان فيه حاجة تأثر بها عضو من عضاء الجسم زي المخ او القلب لازم حنصور بالاشعات ولازم نشوف حالة هذا العضو لان الفطريات مثلا والامراض المعادية الجلدية ممكن هي تنتقل الى اي مكان في الجسم وتؤثر على جهاز المناعة تؤثر على القلب على الكلى على المخ على الكبد على اي على المفاصل ففي هذه الجميع هذه الحالات نجري الفحوصات اللازمة يعني فيه تكلمنا قبل ذلك في مرض الصدفية ممكن يصيب المفاصل مرض الزهري ممكن يؤثر على المفاصل ممكن يؤثر على الجهاز التناسولي ايضا ويعني كفاءته ويؤدي الى العقم وغير ذلك فلابد من اجراء والتأكد من سلامة هذه الاعضاء ووظائف كل عضو اذا احتاجنا الى ذلك اذا مشاهدان الكرام ضيفي في الفقرة يتحدث عن الضرورة الى الاستشارة الطبية حالى وجود عدوى وبخاصة تلك العدوات الفطرية التي قد تنتقل من شخص الى اخر والتي قد تزداد بدخول فصل الصيف نظرا للتعرق او ارتفاع نسبة الرطوبة وغيرها من الاجراءات الاستشارة دكتور محمد فتح الخلي سيشاري الامراضي الجلدية شكرا جزيلا لك افوا شكرا جزيلا